أشخاص يتصلون هاتفيا بالمواطنين بحجة وجود نقص في معاملاتهم ويتعهدون بإكمالها لقاء مبالغ مالية آخر عمليات النصب والاحتيال في ديالة في بعض الأمر نحذر تحذير شديد الأخوة المستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية أو الذين يرومون التقديم على الراتب أو الذين قدموا مسبقا بعدم التعامل مطلقا مع بعض المبتزين أصحاب النفوس الضعيفة الذين يقومون بالاتصال على بعض المواطنين بحجة هناك نقص في معاملاتهم أو لغرض إكمالها ويقومون بابتزازهم بمبالغ مالية ليست بالقليلة نحذرهم جدا بعدم التعامل معهم مطلقا التغيير تحرت هذا الملف مع الجهات المعنية ومع أشخاص تعرضوا لعمليات النصب هذه أبو أمير وأبو ملاك تعرضوا لعملية ابتزاز من قبل أشخاص بحجة تسهيل أمرهم للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية بعد دفع مبلغ من المال لإنجاز معاملتهم الرعاية الاجتماعية قدمتها صار ما يقارب أكثر من سنتين ثلاثة كل ما أروح يقولوا لي اسمك مطالع اسمك مطالع آخر شي يجاني واحد قل لي أنا أطلع الكيان بصراحة يعني أنها شيء بصورة عامة أطلع الكيان بسطيني فلوس قلت لعمي هكذا فلوس أطلعت فلوساني دار وجه بعد لحطة طاني رقما دقيت عليه مرتلق دقيت دقيت انتهى الموضوع ما قفله للجهاز أرجعت سويت معاملة ثانية طبعا بالمناسبة استفززوني بهاي الموضوع ما لطينا فلوس في سبيل حتى انطلع لك المعاملة وطلعت كلها تشذب بشذب كل يوميتي عشر خمسطعش ألف بزايد زلاني لا عندي سبوة عيشة بس هي هاي على الله وعلى هاي العيشة أروحي الهناك يراجعوني لو بيقولوا ماكو لو بيقولوا ماسدودة لو أخر ما تبقى قدمت شاني جاني واحد قال عمي يطيني وأنا أمشيك زيانا انطيتها قلت ماي خالف خلي بكت الله تسهل انطيتها الطيتها مبلغ من المال شو راح لو هو النوب أدق علي طاني رقما قال هاك هذا رقما أدق علي مواكو مرة مرتين دقيت علي مواكو قفله للتليفون زيانا احنا شنسوي نروح ونطي وجه هنا عمي وزارة العمل حذرت من التعامل مع هكذا أشخاص وعدم اللجوء إلى المعقبين وضعاف النفوس والإبلاغ عن هذه الحالات للقيام بالإجراءات القانونية بحق المحتالين